السلام عليكم ورحبا بكم في القناة وفيديو جديد اليوم إن شاء الله سنرجع الفلوك أو اليوميات أو سلسلة سنسميها أنا أيام من حياتي اليوم أيام من أيام رمضان الكريم ولكن للأسف هذه الليلة هذه ما نعست تماما ما قدرتش الناس بقيت حتى كيف ما كتشوفوا العشرة ونصطي الصباح ونفيقة مع أنني كنت عوالة ننطعمة وننصق بشوية ديال الحلوة ولكن ما كتبش بقيت كانت قاتل كانت تلبيش للناس من الخمسة ديال الصباح تلعشرة ما جانيش الناس قلت صافي غادي نفيق وغادي نخرج ولا الله من نرجع عايجينك شوية ديالناس نرتاح شوية قبل ما نوجد الفطور فهنا هي كيف ما كتشوفوا جبت حواجي وغنصلحهم شوية وخا مقادراش غير بالزز كيف ما كتشوفوا هنا يا هاد الايامات هدي كاملة كتوصل لك الربعة ديال الشيئ كتطه واحد الشتاء في حال الاسطولة كيتكبو من السماء صبحان الله العظيم فيما كتشوفوا ما كينش شمشوا لكن من بعد في العشية غا تخرج شوية ديال الشميشة اليومة فغادي نصلاح حواجي واخا انا ما كنحملتش نصلاح الحواجي ولكن كان ضروري لكي كان ديال الحويجات كلمم مكمشين بالزف فغادي نبدل وغادي نخرج غادي نخرج ننظر شوية غا نخرج نتقدش حواجي محتاجه هم ونمشي لشي مجازا حدبا كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق تحلت حدايا واحد المجازون ديال اكسيو وخشنا امده احد طغيره منه انت مشاونا ايه اشوف وش اتناعيه شوية بش يجيني شوية ديالنهاس فهنا يكيف مكتشوفه مشيت الاخسيون انا اوضيكم شنو الجديد مع ان هاد المحلة ده ما كي يجيبش بالزاف ديال الجديد اغلبية كيبقى عندو هذا الشي القديم كيبقى يجيبو دائما انكي بعض المرات كي يجيبش هاده دزوينين اليوما لقيت هاد الغلاف هاده ديالكوتوب من تحالة دي في الحقيقة ونقلب عليه بغيت نغلف الكتوبة ديال الطبخ ديالي خديته واحدة رولو غنجربه ولا جاني مزيان غنزيد منه خديت هاد الكتاب هاده عجبني هاد اللون عندهم الوان واشكال ديال الكتوب ديال الدايريز ديال المذكرات او المناطمات ديال الوقت الدفاتر ديال الاطفال عندهم واحد الآيل او واحد اللاساء خاصة للكتب والدفاتر الالوان يعني ديال المدرسة ديال الاطفال هنا عندهم واحد الآيل او واحد مكان كبير مخصص ديال تنظيم ديال المطبخ وديال الاكل مش حال ديوان كنفكر ناخد هاده اللي كنظمه التلاجة لان التلاجة ديالي انا كاريته دائما كيدش مع ذاك شي فوق شي ومكان لقالو حتى شي حل ولكن بقى ما زعمت خفت لنشريها وما يحلش المشكل ويزيد شي علاشي يزيد هادوك العلب يزيدوا تهوما في الزحام ديال التلاجة فبقى كان فكر واش نشريها ولا لا عندهم هاد الورق هادا ديال الورق ديال الاكل بحقيقة في المجازات الاخرين كيتبع غالي شوية هنا عندهم ثمان مناسب طبعا دا بقر بالصيف كتلقى لتامنية كل شي الصيف والبحار والماء والتلاح الحامض من الحاجات اللي كان اخد دائما انا من هاد المحل هادا هاد الكيس البلاستيكي ديال المجمد هاد فيها تقريبا واحد الكم كبير على الاقل 200 كيس بلاستيكي وايضا هادو ديال القمامة حشاكم تهوما كان اخدو من هنا تمان مناسب من المجازات الاخرين كان بالاقل ضعف ديال التامن مع ان الجودة دياله ماشي مزيانة فاخديت هادوك الاكياس البلاستيكية وخديت ايضا هادوك اللي كيتسدو بالنسبة الناس اللي كيسولوني مني كان اخد هادك البلاستيك اللي كنغطي به البول مني كان بغين نخمر لاجينا هو عادة خديتهم من هنا نعمل فحال هادك الكاب ديال الشاور مني كان بغين نغسله مني كان بغين نغطي وراستنا بذك ديال البلاستيك فحال الور هو عالي اللي عاملينو زمان البول خديت ايضا هادو ديال المجمد اللي كيتسد لهم الفوق مزيان كانين عندهم شي حاجات مزيانين فحال هاد البخدوي هادو ديال التنظيف يعني ماشي منضيرين بزاف ما فيهمش المواد الكيميائية بزاف ولكن انا فيتجربت هادك السائل ديال الريسيل او ديال الاواني ولكن ماشي كونسنتخي يعني خسك تتعمل هاد الكيميا كبيرة باش باش يعني تنظف باش الكيميائك اكبر من اللي غا تستعمل عادة باش تنظف الاواني ديالك هاد القنينات هادو ديال الزاج دائما عندهم في الحقيقة كنحتاجوهم بزاف رمضان خصوصا مني كي شي طاكد العصير ولا شي ولا اه يعني اكده شي شي حاجة كنشربها ما كنلقوا في نعملوها كتبقى غير كالدائما كاس لكاس وطبعا هات شي كامل اللي هنا يك كان عندهم ماشي شي حاجة جديدة واحد الحاجة شفتها عندهم زوينة واحد تباصل غنوريهم لكم ان شاء الله مني انشين الدار زويني انشا كليانهم فهلا لك الزليج المغربي من بعد اكسيون امشيت الانتر مغشي اللي هو المغاز الوحيد الكبير اللي حدايا فتقديت هادو كشي اللي خاصني عندهم هنا يا عودان واحد البلسة كبيرة بالنسبة الناس اللي كيسولوا على البلانشا كيسولوا على هادوك طحانة كيس انا اغلبية انا اخذي اما من الامازون اما من الناس هاد المرة هادو اخذت واحد الالة سوف نوريها لكم مني نمشي للدار ان شاء الله دابا مني رجعت للدار ارجعت في حالشي في حالشي زومبي معينكي تسدو بالنعاس فعلا منعستش الليلة كاملة منعستش ودابا تقريبا الوحدة ونصف الجوج ديرنها ونحط هاد الورد هادا في الماء والمسائل اللي خاصني نحطها في طلاجة ونحطها في طلاجة ونمشي نرتاح واحد شوية قبل ما ندخل لكوزينة باش نوجد الفطار نوجد الفطار سهل وبسيط دقيقة كي توجد ما نعملش بالزفد هاد المسائل خصوصا انا ده بعد الايامات الاخيرة بالزفد الناس كيسولون كيقولوا لي لي ما بقيتش كتحط الفيديوهات باشي ما بقيتش نحط الفيديوهات حيث ما نوجدش الفطار دريرا نوجده غير انا في الحقيقة جوني بزاف ديال تعاليك تقولوا صافي احنا طلعنا في الراس هاد شي وصافي عينا من عجينا عينا من هادي وفعلا انا كنت عيت من العجن وذاك شي مهم هذا هو السبب اللي ما خلانيش انني نزل فيديوهات في الايامات الاخيرة فتبا وليت كنحضر ذاك شي خفيف ذاك شي اللي غان اكله ذاك شي اللي غان يعني غاي يشبعنا بدون زيادة ولا نقصان الا بعض المرات طبعا كان كانت شاهه وشي حاجة دابا طبعا نشيت نعست واحد الساعتين وفقت دابا تقريبا الخمسة ونص دياله دابا نجد الفطور عني هنا هي عن صخن الحليب غانا من هادي كيه الماركة اللي كنستعمل للناس اللي سولوني غانا من الفلون هادي هي الالة اللي قوت لكم الشريت الفخيتوز او آلة القلي الكهربائية على الشريتة لانني انا مني كنقليشي حاجة كترزيت في البوطة كاملة وفي الحيط كتولي واحد الحالة هادي الماكينة هادي قلت ضروري مخصي ناخدها اختيت كيف ممكن تشوفها غير صغيرة ماشي شي حاجة كبيرة الماركة طيفال وكندن تمن كانت عدو ثلاثين فمن بعد ما سخن الحليب غانضيف له شوية دياله مش شوية غانضيف له الساشي ديال الفلون آآ نسي طرد الحليب مع الساشي ديال الفلون غانا مفت اللاجه يبرد مزيان ممكن نضيفه معه شوكولات ممكن نضيفه معه قطع ديال البوسكويت ممكن نضيفه معه فواكه اللي بغيته وانا كل مرة او كان زيت شي حاجة كيف ما قلتلكم ده بتقريبا لخمسة ونص دياله شي غادي غادي نعجن الخبز ونطيبه في المقلاء او في البلانشة ما غانا نشعلش الفران لانه شوية لحال زام مزموت فما بغيتش نشعل الفران ونزيد الصاد غادي نطيبه في المقلاء غادي غاعمل الخبز ديال المقلاء العادي او البطبوط ولكن ماشي اللي منفخ كنظرم كي تسمى ايضا المطلوع غاعمل هنا يجو زلافه تكبار ديال الدقيق الابيض وتقريبا واحدة زلافه الى ربع ديال دقيق الحرش او الفينو ملعقة كبيرة ديال السكر غادي نضيف ملعقة كبيرة زيت شوية ديال الخميرة غادي نضيف الماء دافي بشوية بشوية من بعد غادي نضيف علبة ديال اليغورت الطبيعي تقريبا فيها واحد المية وعشرين جرام وغادي نضيف طبعا واحد الملعقة صغيرة ديال الملح غادي نضيف الماء بشوية بشوية حتى تكون واحد العجينة تكون رطبة ونخليها تدلك مزيان في العجانة على سنة المسائل الاخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى من بعد ما جمعت الكوزينه كانت هده هي الجينة ماشي قصحة بزاف وماشي رطبة غادي نغطيها ونخليها تخمر حتى يضعف الحجم دياله تقريبا 1-9 ساعة الى 45 دقيقة فهذا الوقت هادا غنوريكم شنو شريت من الخرجة هادي شريت هاديك ديال الحديد كان عمل في مني كان خسل الاواني كان عندي انا ديال خشب فشريت هادي ديال الحديد هادا هم الطبيسات اللي قد لكم كي بيعو زمينين بزاف عندهم في البيض والكحل وهذا اللون هادا وكان ضنقين واحد اللون اخر بقيت عقلها له ثمان تهوم ولكن ثمان ديالهم طبعا اه ارخيص بزاف المتناول مش دائما اثمان ديالهم منخفضة شريت هاد القراعي هادو كيف موقع لكم كي تحتاجوا بزاف شريت منهم صغار والكبار ايضا فحالك ديال بقالك العصير بغيت تحطوه في تلاجة على الاقل هادو عندهم الغطايا فايت انا شاريا هوم ولكن اه كتعطي للناس شاية كتضوق شاية واحد كتعطيه القرعة فما كيرجعاش فما بقوش عندي شريت ايضا هاد العلبة ديال السابون دوف عندهم مرخيص عادة هاد احتى هاد يتصابون هاد ديال يد كيتباع غالي في المجازات الاخرين عندهم هما ارخيص شوية ناقص شريت هاد الباينتس هادو او هوا السنوبر وهاد المناديل ديال الاكل اكياس بلاستيكيه ديال القمامة اللي قدلكم عليها والاكياس بلاستيكيه هادي ما كيخطعونيش دايما كنشريهم هادو كينفاعوا بزاف وايضا شريت هادو كي تسدو من الفوق ديال المجمد هادو في المجازات العاديين كيتباعوا تقريبا خمسة ديال الاورو في حال في حال غير الماركة مختلفة اهنا هي عندهم تقريبا اقل من جوج ديال الاورو وهاد الغلاف هادا ديال كتوب شفاف البلاستيكي غنجربو ويلاجبين ان شاء الله غنزيد بنو شريت هاد الميني اوريوز باش نزيدهم الى باش نزيدهم ان شاء الله الى الفلون اللي صغبت هاديك السجادة هي ديال البحار واللي كينا نشريتك يجبين خليها في الطنوبيلا باش الى شينهار بغينا نصليو في شي بلاسة كل قو باش نصليو وايضا هاد الكتاب هادا شريتو في الحقيقة غي باش نسجل فيه الوصفات والافكار ديال اليوتيوب سوف نرشعو التحضيرات ديال الفطور غنوجد هنا يحتاجين ديال القوق اجلبانا عندي هنا تقريبا واحد وعدوش طريفات ديال الحمض يفتعليهم بصلاء مشلدة ايضا واحد الحباء ديال الطماطم المقطعة قطع صغيرة تقريبا واحد لشد المعلاق الكبار ديال زيت الزيتون ملعقة صغيرة ديال الملح ونصف ملعقة صغيرة ديال الفلفل الاسود ملعقة كبيرة ديال سكنجبير وملعقة كبيرة ديال الكوركم او الخركم غنخلط مزيان وغنقليها تشي فوق نار متوسطة حتى ياخد هذك اللحم اللون كفات الوقت هذا غني نبدأ نصغب الخبز ديالي هنا ايه واحد طاوة ديال الفران او طاوة عادية غطيتها بواحد القماش خاص بالخبز ورشو تبشيها ديال السميدة العجينة ها هي خمرات وضعف الحجم دياله كندغطوا لها باش كنتخلصوا من الهواء اللي كي تكون في الداخل دياله وغنقسموها على حسب الرغبة ويلا بغينا خفيزات صغار كنعدل الكويرات الصغار ديال اللي جينا بغيناهم اكبار كنكبروهم كنكبروهم في حالات الشكل هادا يعني طريقة معروفة صغبت معكم الخبز عدة 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 مرات هنطلقوهم اكتب السميدة وغنحطوهم فوق الصينية هنخليهم يخمروا للمرة الثانية تيضاعف الحجم ديالهم ما ياخدوش بزاف لانه كيف ما قلت لكم الحار الجو مزموت وحار فضغيا غادي يخمروا بالنسبة للحم من بعد ما تقلى غنضيف له شوية ديال المغير باش ما تلسق لش هذيك العطرية في القاعد ديال الطنجرة او التحرق غنقطع تقريبا جوجل كدد المعالقة الكبار ديال القصبور المادنوس غنضيفه مؤلي اللحم غنضيف الماء الماء الكافي اللي يطيب لي اللحم وغنسد على الطنجرة غنخلي هاد اللحم هاد يطيب تقريبا 1-45 دقيقة كيف ما كتشوفو هاد طروفه كبار فغنخليهم يطيبوا حتي طيبهم زيان عاد نعمل باقي الخضر هنا غنعمل شوية ديال العصير ديال التفاح في المجمد باش نضيفه للعصير اللي كنطحنه من بعد هك دامني كيدوب هاد العصير هاد ما كيخففش هاداك العصير وكيو اللي غيل ما فيه كيو اللي اصلا هو عصير مجمد فكيخليه بارد وفي نص الوقت يخلي الطعم دياله مديان هنا غنبا نطيب الخبز دهنت هذيك البلانشة بشوية ديال الزيد ممكن تستعمل المقلاء العادية هنضع في هاد الخبزات هادو وغن تقبهم من الوسط بوسطة ملعقة خشبية وغنبقا نقلبهم من قلبهم حتى يتحمرهم زيان غيره ما نحاول عليهم ما نهزوهم مش بالجهد ونعني كي نزدحوهم باش ميخرش منهم لهوا هادا ماشي هو البطبوط اللي كيتنفخ هادا خبز ديال المقلاء العادي فحل الخبز ديال الفران غير هو كنطيبوه في المقلاء وفوق البلانشة غنبقا نقلبهم فحل هكذا حتى كي طيبوه مزيان وكيتحمروا فهنا هيا غادي نحايدهم غنلويهم فوحد المينديل يكون انقي ديال الخبز نخليهم حتى يبردو شوية عاد نجمعهم بالنسبة اللي حمها هو طاب غنضيف له القوق انا كنشري القوق مجمد لانه تمن خيالي ايديا القوق كنقدر بالسفلة الاتمينة كل شي غالي ولكن كنشوف انا ما كين علاش نشري القوقة واحدة ثلاثة ديال الاورو بينما مجمد يعني نفس في حال في حال ما كين حتى شي فارق في الطعم امليكي طيب هذا كنشري واحد العلبة كبيرة فيها تقريبا واحد جوش كيلو با كنظن باربعا ديال الاورو الخمسة ديال الاورو وجودة عالية وحسن من هادك اللي كيتبع غالي بدون فائدة غنصو دلت طنجرة وغنبدأ ان شاء الله في تحضير ديال المائدة هاد شي ساهل فغنخليكم تشوفوا شنو غادي نعمل يعني ما يحتاش انا نشرح لكم كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكونوا جبكم وانتلقوا في نهاية الفيديو ان شاء الله موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة